فبيكمل موسى طبعا في خطباته ولا سيما في صحاح 30 وبكمل 31 بقول بل الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك لتعمل بها انظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر بعدين بأكد في آية 19 اللي بيحكيها بصيغة يعني بحط الإنسان تحت قرار مهم جدا بقول في آية 19 أشهد عليكم اليوم السماء والأرض السماء طبعا وين حضور الرب والملايكة كأنه بقول اشهده والأرض اللي هي طبعا الناس وممالك الناس بقول قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك إذ تحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به لأنه هو حياتك والذي يطيل أيامك على الأرض نعود بعد هذا الفاصل إخوتي وأخواتي الأحبة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر